الحمد لله المؤمنين خديجة وأمهات المؤمنين والبضعة الطاهرة وأهل الكساء والآل البيت الطاهر والصحابة الأكرمين وسلاسل الإسناد إليهم من المقربين والصديقين ومن نحن في حضرتهم فيارب وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب موضعي فضلا وإحسانا ومن منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين وانفع كلا من الحاضرين ومن السامعين بما دار وبما كان وبما نزل ويتنزل علينا في هذا المحل حتى تجعله مما يذكر في دار الخلد إذا تلاقى أهل الجمع ببعضهم البعض اجمعنا هناك واجعله من المجالس التي تذكر في العالم الأعلى وفي البرازخ مع أهل النور وفي ظل العرش وفي دار الكرام إذا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين في أهلنا أيام كنا في الدنيا مشفقين على خوف وهو جل من الله جل جلاله الذي هو علامة الإيمان وخافوني إن كنتم مؤمنين يقول جل جلاله وتعالى في علاه وفيه الأمان ولكل من خافه ولقد امتلأ بالخوف منه قلوب أهل السماوات وهم المعصومون فكيف لا نخافه وكيف لا يتمكن الخوف من قلوبنا إلا بجحود أو بجمود أو ببعد والعياذ بالله يحل على المطرود فيا ربي آمنا بخوفنا منك وارزقنا نصيبا من خشتك ومن الخوف منك ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان وهذا الخوف الذي يسوق إلى رفض ما خالف منهج الله ورسوله وإلى ردي ما خرجع من المسرك المحمود لدى الرحمن وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم يسوق إلى التحقق بحقائق المحبة للإله الذي خلق ورزق وللعبادة استحق وهو الذي يجب أن يخاف وهو الذي يجب أن يرجى جل جلاله فإنما يخاف لأن الأمر بيده ولأنه لا يمكن أن ياتي فضل إلا منه ولا أن يقع بأحد ضر إلا بإذنه سبحانه وتعالى وبسم الله الذي لا يضرهم عسمه شيء فالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأرباب الذكر الذين اشتحنوا بأنوار الذكر في قلوبهم هم الذين كفوا مضرة الأرض والسماء فلا يضرهم شيء فالأرض ولا في السماء إذ تحققوا بمعنى بسم الله أن كل شيء قائم به سبحانه وتعالى كما يقول شيخ الإمام محمد المحضار سيدنا حسن بن صالح البحر إذا قلت في الصلاة بسم الله فاعلم أن كل شيء قائم بسمه محوط بعلمه أن كل شيء قائم بسمه جل جلاله إنس وجين أرض وسماء أرواح وأجسام دنيا وآخرة قائمة بسمه وبإقامته ولو لا إيجاد ما وجد شيء ولا وجود لشيء إلا بإيجاد هذا الإله القيوم الحي جل جلاله وتعالى في علاه وهو الذي جمعنا وإياكم في هذه المحاضر وعلى هذه المآثر مآثر دعوة من اصطفاه وإيتباه وختم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسلسلت من سر هذه الدعوة النبوية المحمدية في الدلالة على الله وإقامة الدعوة إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله وأي حسنة وأي خير وأي فضيلة ما تتفرع عن لا إله إلا الله لا يوجد لا توجد حسنة ما تتفرع عن لا إله إلا الله ما يوجد خير لا يتفرع عن لا إله إلا الله بدعوة لا إله إلا الله قامت الخيور فالرعيل الأول وبقي الخير إلى آخر الزمان في الأمة المحمدية رعاية من الله لحبيبه الأعظم أن يبقي الخير في أمة إلى آخر الزمان ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم حتى ياتي أمر الله وهم ظاهرون فلك الحمد على ما جمعتنا فانفعنا بالجمع أتم النفع يا كريم يا أكرم الأكرمين انتفع كثير ممن قبلكم ممن وردوا إلى هذه المنازل وإلى هذا الإيمان في حياته أو بعد موته مع ورثته الكرام بأن تحول شقي منهم إلى سعيد وأن تحول بعيد منهم إلى قريب وأن تنور قلبه كان مظلم وأن صفى قلب كان مكدر وأن رقى قلب كان قاسي وأن حاز أحدهم الشهود بعد أن كان محجوبا وصفه وصف المبعود أو المطرود حصلت هذه المنح ولا تزال تحصل بجود الرحمن جل جلاله الذي يعطي ويمنح والله لا يحرم أحد منا نصيبا من هذا العطاء وكما سمعتم في كلام أحبابنا أقل ما يجد من حضرها أن يقال له وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم بفضل الله تبارك وتعالى فكيف إذا زاد على ذلك من الفضل الذي إذا طفح من حضرة الرحمن فلا حد له ولا حصر له وهذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب جود رب الأرباب جل جلال الذي تعرضهم له وساقتكم الدواعي القلبية الإيمانية الروحية كما سمعتم حتى حضرتم من الوادي ومن ساحل حضر موت ومن غيرها من البقاع اجتمعتم في هذه البقعة بهذه الدواعي الغيبية القلبية الربانية تحت حقيقة إذا أحب الله عبد النادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه أي تعبدني بمحبة فلان بفلان ذا اللي يأكل في الأرض ويشرب وينام آدمي من الأوادم من دم ومن لحم ومن عظم يا جبريل تقرب إليه بمحبة هذا كيف ما نحبه منها إني أحب فلان فأحبه قال نبينا فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله قد أحب فلان ابن فلان فأحبه قال فيحبها للسماء ويوضع له القبول في الأرض هذه الشؤون التي تمتاز عما يعمل في الأرض من دعايات ومحاولات للإقناع بفلان أو فلتان أو المسلك الفلاني أو الحزب الفلاني أو الحكومة الفلانية كم عمل من مثل هذا ثم تبددوا تبددوا بس أكثره وأكثر أصحابه رجعوا إلى الخزي رجعوا إلى العذاب والله كثير ممن نشرت لهم الدعايات على ظهر الأرض هم يصيحون الآن في قبوله وما يرثاهم أحد وما يغيثهم أحد ولا ينفعهم أحد وتضمحل وتتلاشى وكيف الحال في يوم القيامة قال سبحانه وتعالى فوقاه الله المؤمن الصادق من آل فرعون فوقاه الله سيئة ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا هذا في أيام البرزخ وبعدين ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى وإذ يتحجون في النار يقولوا أنتم مغريتون أنتم الهيتون أنتم جبتم برامجكم لنا أنتم غششتم فكرنا أنتم قطعتونا عن الأنبياء أنتم قطعتونا عن أولياء زماننا يقولوا لهم من قال لكم تتبعونا نحن فرضنا عليكم شيء وإذ يتحجون في النار فيقولوا الضعفة الذين استكبروا إنا كنا لكم تابعان فهل أنتم مغنون عننا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها نحوياكم عذاب عذاب معادش غيره نار معادش غيرها غضب معادش غيره يقول إن إبو قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين هذا الذي أنسيناكم إياه وأغفلناكم عنه ووقعتم في معصيته هو الحاكم والمرجع إليه جل جلاله وتعالى في علاه ولكن من عهد آدم إلى اليوم الذين اتصلوا بالله جل جلاله وصدقوا مع الله الذكر الجميل لهم في الدنيا وفي السماوات العلاب وفي البرازخ ثم يوم القيامة مراتبهم ومنائبهم وألويتهم وراياتهم وراء النبيين والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم وأغرب الناس يوم القيامة من الرسل العلمة وشهده قال نبينا أما العلمة فدلوا الناس على ما بعث به الرسل وأما شهده فجادوا بأرواحهم لما بعث به الرسل صلوات الله وسلام عليهم فهم أغرب الناس من المرسلين وهناك علامة من القرب من زين الوجود منها هذا التعلق بالذكر وروى الإمام الترمذي بسنة دين حسن في سننه قال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة وهو الشعار تجدونه في مسلك هؤلاء الأخيار وفيما خلفوا من تربية في مجتمعاتنا كان أثروا الصلاة على رسول الله يهتزوا بها من الصغير والكبير والرجل والمرأة والبيوت والأسواق والشوارع إلا غزينة غزينة صارت البيوت فيها شي ثاني والأسواق فيها شي ثاني وقلت الصلاة على النبي محمد حتى كان من هذا الغزو جماعة إعراض وتولي وإدبار عن الخير ومن أعرض عن ذكر يعياذ بالله تعالى وجماعة إلا أسس لهم أن مجالس الصلاة على النبي هذه ألا بدعة وبعدوا منها بدل ما تخزى على نفسك تتركها لغفلة أو لكسل عادك تسبها وعادك تريد المقرب إلى الله والرابط بحبيبه ومحمد صلى الله عليه وسلم شر وبدعة إذا نشير مقرب لإبليس بقربة أو كيف القربة الذي يقربك لإبليس الرجيم والعياذ بالله تعالى أو يرافقك به في يوم القيام فأين القربة تكون إذا كان أولى الناس بيوم القيام أكثرهم عليها صلاة فعدت مجالس الصلاة عليه والعياذ بالله تعالى حرام أو بدعة فالقربة إذا ما هي والطاعة إذا ما هي ويقول سلما من صلى عليها صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات قالوا ولو عبد الله العابد بعبادتها للسماوات والأرض ووضعت عبادته في كفة وجئ بصلاة واحدة من الله في كفة لرجحت صلاة الله إذا كانت العبادة فعلك فهذه الصلاة فعل الرحمن مباشرة فأين يصل فعلك عند فعله جل جلاله وتعالى في علاف فما ترجح بها عباداتك فكيف بعشر صلوات بالصلاة الواحدة على خير البريات صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات وبهذه الأسرار في شؤون الصلوات على المختار ينبسط لكم البصاط في معاني قربكم من الرحمن جل جلاله واتصالكم بهذه الشؤون خديجة بنت خويلة الناصر لله لرسوله والمرأة الصادقة الكاملة العارفات سمعتم؟ ضجيج إبليس وجنده عن المرأة 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 قولوا لهم في الشرق والغرب خاصة الله واحدة ابعدونا من الزناء والخناء والفحش والتبرج والاختلاط المقيت ومع ذلك نحن سباق إلى الحق المرأة فيها نحن سباقكم في كل ما يكرم المرأة نحن سباقكم إلى كل ما يرفع قدر المرأة واخذوا خديجة واخذوا أمهات المؤمنين واخذوا الصحابيات وتابعيات وتابع التابعيات إلى من كان شيوخنا يترددون عليهن في وادينا من صالحات وعجائز ومن مرجوع إليهن في الأمور في أي شيء تخاطبون بحقوق المرأة ابعدونا من الزناء ابعدونا من الفحش ابعدونا من الحرام القبيح الخبيث وتعالوا نسابقكم سبقناكم سبقناكم المرأة في بلادكم يلعب عليها ويضحك عليها قديما بالاستحواذ عليها وامتهانها ومناقشتكم في مجالس ثقافاتكم هل هي إنسان أو هي شيطان هل مرأة إنسان أو هي شيطان مهم من الناس هكذا كانت ثقافتكم ثم امتهنت في ثقافتكم الأخرى بأن تكون بضاعة للأعين الخائنة بضاعة للفروج الخائنة بضاعة للعب بها ولا تزال في محل تقدمكم راتب المرأة غير راتب الرجل الآن ولا يزال في محل تقدمكم بإحصائيات مكاتبكم الرسمية الإغتصابات في كل يوم نسبتها في بريطانيا كذا نسبتها في فرنسا كذا نسبتها في أمريكا كذا هذا المرأة هذا المحررة هذه التي أعطيت حقوقها والقتل في النساء كذلك نسب كبيرة يا جماعة ايش تبغوا بالمرأة تفسدونها وتفسدون أخلاقها وتتنكر لربها ولعدبها وتتبرج لفسادكم ربنا كرمها والنبي كرمها شيوخنا كرموها بما به الكرامة دنيا وآخرة لكن كما سمعتم هذا الإيحاء الشيطاني باقي يقولون ربكم قيدكم بدوا يقول أبوش قيده عمش قيدش والنبي قيدش وربيش قيدش عاديه معنا خلينا احنا أعداء للإله أعوذ بالله من غضب الله أعوذ بالله من هذا البلاد والبلاهة والحماقة في العقول التي تقبل هذا الطرح الأهوج الأخبث الذي لا أصل له ولا حقيقة له عمل تعالوا تعلموا منا أيام كنتم تمتهنوا المرأة وبعد ما دعيتم إكرامها بأنواع أخر من الامتهانات تعالوا نعلمكم المرأة كانت عندنا شغالة قائمة بعمل سواء في البيت أو خارج البيت ولكن بحجاب العزة والشرف والكرامة تعالوا إلى مزارعنا في الوادي حضر موت وحده وسألوا كم عمل النساء فيهن وكم أنتجن جمعوا نساكم كم أنتجن ما بتحصلونهن مثل أنتجن مثل نسانا على إيش تنادوننا على إيش تطالبوننا إيش من حرية عندكم إيش من كرامة عندكم المرأة عملت بشرفها قلتم لا 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 عمل المرأة خلها تتزين لغير زوجها خلها تدخل على رجالة هذه الحرية مفهوم منها مفهوم إبليس ويقبلهم مسلم يقبلهم مؤمن يقبلهم عاقل يوم تجي أزياهم تنتشر بيننا والأمر مرترابط بعضه البعض زيهم جاء فكرهم يجي إذا جاء زيهم وفكرهم انتظر العقوق من بنتك وانتظر سبها وما آثارهم هذه قد أمام الأعين ومنشور عندكم في وسائل الإعلام كلها دي خرجت من الدولة الفلانية بدعوة أن الأسرة تهضم حقها وتضردها وراحت وبعدين تحتضنها كندا وكيف حالها الآن غاية في التفسق غاية في السقاطة ايش عملت لها عطتها دراهم ضيعت دنياها وآخرتها والعياذ بالله تبارك وتعالى من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أمور يجب أن نعيها ونأخذها بحقها على وجهها ونحصن أسرنا وديارنا في أسرار هذه الوجهات التي تسمعون الحديث عنها وهذه الهمم بسم عندكم اليوم كتاب من منظومات الحبيب أحمد المحضار يتعلق بتربية الصبيان تعليم الصبيان تنشئة الصبيان اهتمام منه بالأسرة وتهذيب الأسرة وتهذيب الأسرة هذه الصبيان في وقتهم لا جوالات ولا انترنت ولا أفكار يهود ولا أفكار نصارى عندهم ولكن في وقتنا هذا ومع ذلك اهتموا اهتموا بالأمر وهو أمر عظيم ثغر من الثغور بيتك لا تفتحوا لأعداء الله تفتحوا لأعداء الله بزي تفتحوا لأعداء الله بلباس زوجتك أو بنتك والله لو كان فيه كرامة وشرف لهن لقال لك الإسلام ولقلنا لك خذه لكن والله ما فيه كرامة والله ما فيه شرف والله ما فيه رفعة لبنتك تتشبه بممثله وتتشبه بفاسدة ما صلت لله ركعة طول عمرها وتنقطع عن فاطمة الزهرة وتنقطع عن خديجة الكبرى وتنقطع عن أمهات المؤمنين وتنقطع عن بنات المصطفى الأمين وتتصل بها ولا الفاسدات والله ما فيه هذا شرف لك ولا لبنتك وعلى ما الأمر مرتبط بعض وبعض ما تتساهل بذا تتساهل بالجوال وتتساهل بالزي حقها وتتساهل تدخلها السوق النتيجة حاصلة قريبة من زرع بر جاء له بر أو شوك جاه فتحصل الشوك إذا غرست الشوك وبعدين تقول وين البر وانت زرعت شوك بتحصل الله شوك تساهلك بدخول وجهة إلى السوق شوك تمر شوك بذر شوك تساهلك بتخدام هالجوال أيام مراهقتها مسكينة أمانة في رقبتك أعطيت هالجوال وتتواصلت به مع ذا وذاك ويا كم من فضيحة وقعت ويا كم من قبيحة حصلت ومع ذلك لا سابقت بتنمية وازع الخير فيها ولا أسست فيها حصن من باطنها تعرف كيف تتحكم في هذا ولا يتحكم فيها واتركت الحبل على غاربه ونسيت ندام من فوق يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسِ وَالْحِجَارَةِ عَلَيْهَا مَلَائِكْنُونَ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهِ مَا أَمَرَهُمَ يَفْعَلُونَ مَا يَوْمَرُونَ تجارة خديجة تاجرة والتاجرات عندنا على مدى العصور والقرون في حضر موت وفي اليمن وفي شرق الأرض وغربه موجودات ايش بغيته من نسانة يا فجار ايش بغيته من نسانة يا كفار ايش بغيته من نسانة يا فساق كل خير نحن سبقناكم إليه ولازمنا نسابقكم لكنكم تريدون البذاءة تريدون السفاهة تريدون الحرام تريدون الفحشاء والعياذ بالله تبارك وتعالى وهم يأمرون بذلك قال تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا وأبغوا ميل يسير له إلا على خطوة خطوة أن تميلوا ميلا عظيمة هذه إرادتهم تقدمها على إرادة ربك وتفسح المجال لها في بنتك أو في زوجتك يجب علينا ندرك الحقيقة ونخرج بالنتيجة من مثل ذا المجامع ما جمعكم الله عبث ولا جاء بهولى من هنا وهنا إلا ليحملوا الأمانات إلى ديارهم وإلى بيوتهم وإلى أسرهم وإلى أطفالهم وليقونوا عناصر مجندين لله فإن الدعوات تدعو لتجنيد ابنك وبنتك للشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى ولا ترضى جندهم للرحمن جل جلاله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ألحقنا بجندك يا رب ألحقنا بجندك يا رب سمعتم هذه الجندية ثمانية ألاف اللي في القبر عاد في المسجد ختمات ثانية الحمد للأثار إلى اليوم باقية في رمضان كم يختمون هنا في مسجده علي رحمة الله تبارك وتعالى والله يثبت ذلك ويديمه ويقيمه ويوسعط وفي داره عاد ختمات غير اللي في القبر ثمانية ألاف في القبر عاد في المسجد ختمات وعاد في البيت ختمات والبيت الذي يقرى فيه القرآن يترى لأهل السماء كما تترى النجوم لأهله شو تقدر القبة الألاف الختمات ختمت فيها شوف أهل السماء يشوفونها نجم مصاطع من الأرض نوره في السماء البيت الذي يقرى فيه القرآن يترى لأهل السماء كما تترى النجوم لأهل الأرض وإذا قال الحبالي حبشي وغيره وقال كتب في بعض رسائل وكتب لي من جليس الله من جليس الله أحمد بن محمد المحضار قال ربكم فالحديث وسي أنا جليس ومن ذكرني أنا جليس يحيو ذكره لن ولا يسلح الغفلة عن القرآن عندنا بعض بيوت ما بدأ صاحب البيت ختم القرآن مع أهله لا في الشهر ولا في السبوع ولا في السنة ألا كم سنين ختم مسلسل موجود ختم مباراة خاصة كاس العالم وهذا بضاعتك من الحياة وهذه مهمتك فيها وهذه ولايتك على أهلك وأولادك كنا عهدنا القريب كنا نراهم الأطفال الصغار لعدهم ما يطيقون الخروج للمساجد خصوصا في الليل والفجر يوم الخميس يقولوا خرجوه تعالوا ختم القرآن يحضرون ختم القرآن السوار القصيرة قد حفظها ويحفظون ربط للناس بالقرآن انقطعها وسارل هو نيم معده أولاده هو نيم رمان يطلع الشم تطلع الشمس وبيوت بهذه الصورة يصل إليها شر إبليس يصل إليها شر جند إبليس والعياذ بالله تعالى في جبن نقوم بصير هذه التربية نحيي ختم القرآن في منازلنا في مساجدنا ونتصل بالقرآن أما أيام تمر عليك ما تتدبر كلام الله وانت تسمع وسطه شكاية من رسول الله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن لا تدخل أنت ولا زوجتك فيهم ما تدخل أنت ولا أولادك فيهم الذين هجروا القرآن والعياذ بالله تعالى واتخذوه مهجور وخذ نصيبك من كلام الله جل جلاله وتعالى في علاه ستدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالذخر والأجري وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشري ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمده من البحر يا الله ربطنا بالقرآن قال نبيكم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ويا جامعنا على هذه الخيرات ويا من خصصت خديجة بالسلام منك وهي في الدنيا عموم المؤمنين قال تحييتهم يوم يلقونه كان خديجة من قبل يوم اللقاء وعادها في الدنيا خذ السلام من الرب جل جلاله جبريل قال للنبي محمد ومني ودي واحد يسلم عليها رب أنا ما سلم عليها وسلم عليها ربي يسلم عليه ومني لما أخبرها صلى الله عليه وسلم قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته عليها رضوان الله تبارك وتعالى وكسمعتهم يأول من آمن بعدها مباشرة اللي في البيت عندها سيدنا علي بن أبي طال مباشرة زيد بن حارثة مباشرة بعده بوبكر صديق هذا ترتيبهم في أول الإسلام إنه رجع من الغار إلى عند خديجة فهي أول من آمن وسط الدار علي هو أول من علم الخبر في صباح ذاك اليوم وزيد بن حارثة خرج أول من لقي أبو بكر صديقه من قبل الإسلام والذي مدحه قال ما كان عنده تردد أول ما عرضت عليه الإسلام أقبل ولم يتردد في ذلك عليهم الرضوان من ربنا جل جلاله وتعالى في علاب وكان أقيام هذا الخير حتى وصل إلينا ارحمنا في مجمعنا يا رب واجعل بيوتنا من بيوت القرآن واجعل قلوبنا منورة بأنوار القرآن وانظر إلينا نظرة ترفعنا بها إلى أعلى مكان يا حي يا قيوم نورت الوادي بالشموس والنجوم المشرقات فثبتنا على تلك الطريقة التي توصلنا إليك ونحوز بها سعادة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين واعلي درجات من تقدم من من كنا نعهدهم في هذا المجلس ارفع لهم المراتب والدرجات يا أراب منهم من حداتنا ومن دعاتنا ومن أهل السرفين وهذه نعم كبيرة يأتي الحادي بعد الحادي هذه وظايف الشكر عليها عند الموت وفي القبر وفي الآخرة قريب لمن عرفها أي وظيفة لك في العالم من غير التي أصلها سنة وعبادة ما يمكن تحصل الثوب عليها إلا بإخلاصك وصدقك ونيتك فيها لكن هذه الوظائف تأخذ الثوب عليها بذاتها هي سنة هي قربة هي عبادة ومع دنيتك وحدك ليأسسوها من قبل كم تحصل عليها فالحمد لله على هذه الخيرات والله يوظفنا فيما يحب مع من يحب ويرفعنا عليه الدرجات وتوجهه إلى عالم الخفيات نظره منه يرفع بها البلاية عنا وعن أمة حبيب محمد نحسن الاستعداد لذكرى ميلاده ويا ما أحسن الباب ندخل من باب خديجة إلى زين الوجود وسمعتم منزلتها عنده السيدة عائشة اللي روت من فضائلها قالت ما كنت أغار من أحد من نساء كما غيرت من خديجة ما أدركتها ما أدركتها ولا تعرفها ما جاءت إلا بعدها قالت لي كثرت ما أراه يذكره وهي بنفسها ليبلغت الخبر قالت قلت ما تذكر من عجوز شمطة لما اهتز عند دق الباب قال اللهم هالة تذكر إذن خديجة وهذه هالة أختها لما اهتز قالت له ما تذكر من عجوز شمطة قد أبدلك الله خير منه قال لا والله ما أبدل أن الله خيرا منها آمنت بي حين كفر بي الناس صدقتني حين كذبني الناس وآوتني حين طردني الناس وفدتني بنفسها ومالها فلا والله ما أبدل أن الله خيرا منها جاء في فتح مكة والضرب خيمته أمام قبر خديجة جاء في حجة الوداع وهناك ضرب الخيمة وهذا يسمى زروت بجانب الحجون هناك يرى قبر خديجة والضرب الخيمة هناك وجلس أيامه هناك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وندخل من هذا الباب لاستقبال ذكرى ميلاد الحبيب ونرجو من الله فرج قريب يظهر للأمة إن شاء الله أكثر آل الشرق والغرب عندهم لكم تفزيعات وفزعونكم وسمعوا اللي كانوا يعملون في بلدانكم سيكون في بلدانكم وقد بدأ ولا بد يجي ولا بد يجي ويغيثكم الله بس وصدقوا مع الله وصدقوا مع الله ورزقكم عنده ماه عندهم ورزقكم عنده ماه عندهم والله ماه عندهم ورزقوا عندكم قد رأيتهم من الألطاف في الوادي الميمون وسترون ألطاف كثيرة إن شاء الله ونستقبل إن شاء الله ربي عول بخيرات ودفع للآفات وفرج عاجل لأمة خير البريات ونظرة للمجلس ومن فيه ومن يسمعنا هنا وهناك يا رب رحمة من رحماتك يا رب نظرة من نظراتك يا رب عناية من عناياتك لا يبقى بها قلب إلا ملاته بنور محمبة ونور معرفة ونور صدق ونور إخلاص ونور وجهة إليك نستقيم عليها حتى نلقاك يا الله يا الله يا خير متوجه إليه وأكرم مسؤول وأعظم مامول بسيدنا الرسول وهؤلاء الفحول أنلنا غايات السول وبلغنا المامول أو فوق المامول يا كافي كل هول مهول يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا الله عجل بغياث عاجل ولطف شامل وفرج كامل وصلاح لكل شان وتثبيت للبنيان ورد لكيد النفس والهوى والشيطان يا الله نعم من تدعونا وترتجونا واصدقوا معا وهو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بسر قربك استجب لنا وأجيب دعواتنا واكشف البلاء عنا وحول الأحوال إلى أحسنها يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين واجهة حبيبك الأمين والحمد لله رب العالمين أشتركوا في القناة واجهة حبيبك الأمين واجهة حبيبك الأمين